في احدى اضخم المناورات في تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية بدأت القوات البحرية والجوية والبرية في الجيش الايراني مناورات محمد رسول الله على مساحة شاسعة من اراضي البلاد بينما اعلنت الاستخبارات الايرانية عن اعتقال عناصر ارهابية كانت تنوي القيامة باعمال تخريبية بالتزامن مع الطقوس الدينية في ايران خلال اخر ايام شهر صفر من جانب اخر اعرب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن تقديره للجهود الايرانية في دعم بلاده لمكافحة الارهاب خلال لقائه برئيس البرلمان الايراني علي لارجاني بدأت قوات الجيش الايراني اليوم من مناورات ضخمة في ارجاء مياه الخليج وبحر عمان واجزاء من المحيط الهندي في مساحة قدرت باكثر من مليوني ومائتي الف كيلو متر لاختبار جهوزيتها الدفاعية ويشارك الجيش الايراني في هذه المناورات التي سميت بمحمد رسول الله في جنوب محافظتي هرموسكان واسستان وابلوجستان وشرق مديك هرموس وسواحل مكران حتى مدار عشر درجات شمالا في مياه بحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى جنوب خليج عدن ولمدة سبعة ايام وبالتزامن مع هذه المناورات التي يتم خلالها اختبار كافة الاسلحة المتطورة لدى الجيش أعلن قائد وحدة الطائرات من دون طيار التابعة للقوة البرية في الجيش العقيد ريدا خاكي بأن هذه الوحدة تمتلك طائرات من دون طيار انتحارية قادرة على تدمير الاهداف الواقعة على بعد 250 كيلو متر وأضاف أن المعدات والكاميرات التي تنصب على الطائرات من دون طيار منتجة وطنيا بالكامل مشيرا إلى أن جميع الطائرات من دون طيار قادرة على إرسال السور الحية إلى الأرض كما قدم المتحدث باسم القوة الجوية الإيرانية العميد الطيار حسين جيت فروش إضاحات بشأن المناورات مشيرا إلى أن طائرات الدورية البحرية بي 3F تقوم عبر استخدامها أمواج سنوبوي بعمليات استكشاف واستطلاع للوحدات البحرية الموجودة تحت سطح البحر من ماضي قرمز إلى بحر عمان وفي سياق متصل أعلن قائد قوات حرس الحدود لقوى الأمن الداخلية الإيرانية العميد قاسم ردائي عن اعتقال ثلاثة من العناصر الإرهابية في الحدود الشمالية الغربية للبلاد وكان العناصر ينون القيام بأعمال تخريبية وإرهابية على الأراضي الإيرانية من جانب آخر وفي آخر يوم له من زيارات للعراق التقى رئيس البرلمان الإيراني علي لارجاني برئيس الوزراء حيدر العبادي الذي أكد أن موضوع أزمة المنطقة في الظروف الراهنة تحظى بأهمية كبرى معربا عن شكره وتقديره لإيران بسبب دعمها للشعب العراقي ووقوفها إلى جانبه في جميع المراحل الصعبة والمعقدة